وجهت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة أسيود استجابة لأهالي قرية أبو زيد بالقوصية وقالت الكيلاني إن الأنشطة تهدف إلى رفع الوعي وبناء الإنسان المصري وتنفيذ استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية في الكرة التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتضمن برنامج الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة ومجموعة من اللقاءات الشعرية والورش والندوات الخاصة بالطفل والمرأة مع تقديم عروض فنية لفرقة مشروع ابدأ حلمك وفرقة قصر ثقافة أسيود للموسيقى العربية وفرقة الألات الشعبية بالقوصية فضلا عن إقامة عدة ندوات للحديث عن التغيرات المناخية والوقاية من مخاطر الإدمان اشتركوا في القناة